أعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء الداخلية والزراعة والتصلاح الأراضي والتنمية المحلية ومحافظي كفر الشيخ والبحيرة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب فضلا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد وسبل التغلب عليها ووجه الرئيس سيسي الحكومة خلال الاجتماع بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستلاء والتعدي عليها سعيا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب